السلام عليكم أحباء الصف الأول درسنا اليوم في مادة الرياضيات عن تمييز الأوقات في اليوم لنتعرف على أهداف الدرس نتعرف على مفهوم الليل والنهار والأعمال التي نقوم بها في النهار والأعمال التي نقوم بها في الليل ومعرفة الوقت والأعمال التي تستقرق مدة زمنية قليلة الدقيقة والأعمال التي تستقرق مدة أطول كالساعة فلنبدأ بالبسم الله هنا صورة توضح لنا صورة النهار وصورة الليل في صورة النهار ماذا يظهر لدينا أحبائي في النهار؟ ماذا يظهر لدينا؟ تظهر لدينا الشمس أحسنتم وينتشر لدينا الضوء ويقوم الإنسان بأعمال عدة مثل اللعب وذهاب إلى المدرسة والذهاب إلى العمل والتنزه أحسنتم بينما في الليل ماذا يظهر لدينا؟ يظهر لدينا القمر أحسنتم أحبائي وهنا ينتشر الظلام في الليل ويختفي الضوء ويقوم الإنسان في الليل بالاستراحة من أعمال النهار ويخلد إلى النوم أحسنتم أحبائي هنا في هذه الصورة بعض الأعمال التي نقوم بها في النهار مثلاً صياح الديك أيضاً الاستيقاظ باكراً الذهاب إلى المدرسة والتنزه في الحديقة والقطف الزيتون واللعب بالكرة إذن هذه الأعمال التي نقوم بها في النهار بينما الأعمال التي نقوم بها في الليل مثل أداء الواجبات المدرسية ومشاهدة التلفاز مع أسرتي وتناول العشاء وغسل اليدين والذهاب إلى الفراش والنوم مبكراً أحسنتم أحبائي ننظر في هذه الصورة هناك بعض الأعمال تستغرق منا مدة زمنية طويلة وبعض الأعمال تستغرق منا مدة زمنية قصيرة فمثلاً يجد لدينا عمل هنا شرب الماء وهنا تناول الفطور أيهم يستغرق مدة زمنية أقصر؟ شرب الماء أو تناول الفطور؟ أحسنتم شرب الماء يستغرق مدة زمنية قصيرة إذن تحتاج إلى دقائق بينما تناول الفطور يحتاج إلى ساعة إذن هنا شرب الماء يستغرق مدة زمنية أقصر من تناول الفطور وهنا يوجد لدينا صورة استحمام وتنظيف الأسنان أيهم يستغرق مدة زمنية أطول؟ أيهم يستغرق مدة زمنية أطول؟ الاستحمام أم تنظيف الأسنان؟ أحسنتم أحبائي تنظيف الأسنان تحتاج لنا وقت زمني أطول من تنظيف الأسنان اذكر لي بعض الأعمال التي تحتاج مدة زمنية قصيرة وبعض الأعمال التي تحتاج منا مدة زمنية طويلة وشكرا لكم أحبائي وإلى اللقاء